صراع على النفوذ، ساحته جزر المحيط الهادئ، وطرفاه الصين من جهة، والولايات المتحدة وحلفاؤها من جهة أخرى. فبينما تتحرك الصين لتزيد انخراطها الأمني والاقتصادي والسياسي في جنوب الهادئ، تدعو الولايات المتحدة وحلفاؤها دول المنطقة للتصدي للمحاولات الصينية. لكن الجهود الصينية الأخيرة لم تثمر عن أي نتائج، فالمحادثات التي عقدها وزير الخارجية الصيني مع قادة عشر دول في المحيط الهادئ، فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح أمني واسع النطاق. الجولات الدبلوماسية الصينية جاءت بعد تحذيرات غربية من دخول بعض دول المحيط الهادئ في محور بكين، التي تقدم نفسها كشقيقة جيدة للمنطقة. لكن في الوقت نفسه تشعر بكين أنها مستبعدة عمدا، إذ تفرض الولايات المتحدة حصاراً على الصين من الشمال، بداية من يوكوسوكا اليابانية، وجنوباً حيث كوريا الجنوبية وتايوان والفلبين، التي تحوي أكبر قاعدة للقوات البرية في المحيط الهادئ. وجوام، التي تتمركز فيها القوات الأمريكية، مروراً بداروين شمال أستراليا، وتمثل هذه المناطق قوساً أمنياً وديبلوماسياً يحاصر الصين. فيما تبني بكين خطتها عبر كسر الحصار الأمريكي في سعياً مستمر عبر اتفاقيات مع الفلبين وماليزيا، ومؤخراً جزر سليمان وجزر ساموة. مساع صينية تقابلها جهود أمريكية، تمثلت بجولة آسيوية للرئيس بايدن، دشن خلالها شراكات اقتصادية جديدة في المحيط الهادئ، شملت 13 دولة، لكن من دون الصين. لكن محاولات بكين لكسر التحالف الأمريكي قد لا تتوقف، فيما يبقى النفوذ في المحيط الهادئ ساحة مناورات دبلوماسية بين بكين وواشنطن وحلفائها. نور الحصني العربية